للعام الرابع على التوالي يعود الحداث السنوية اليوم المفتوح لفن الرسم ليطل برسومات فنية لأجل الحياة والسلام للإنسان في هذا البلد وفي كل مكان وهو يوم فني للجميع من مختلف الأعمار والأجناس والخلفيات والثقافة اليمن أرض الأمان والسلام والاستقرار وإن غابت عن هذه الأيام نعم على جدران الكثير من المحافظات اليمنية وللعام الرابع على التوالي يعود فن الرسم بلوحات فنية وشعارات تنادي إلى المحبة والسلام آملين بوطن يعمه الأمن والاستقرار وإن يعود اليمن سعيدا بدون حروب اليمن المفتوح الفن حدث سنوي نحاول فيه إشتراك الناس في الوجه فيه دعوة مشاركة الناس بالرسم على الجدران خصا في هذا الوقت الصعب هو طبعا هذه رابع سنة لنا نرسم على الجدران توفقنا هذه السنة أيضا بمشاركة واسعة من الناس سعيد أن هذا الحضور كامل بالإضافة إلى مدن أخرى يمنية هناك معنا تعز والحديدة ومأرب وإب رسم المشاركون لوحات فنية يعبرون فيها عن أحلامهم وما يتعلق بمستقبل بلادهم مجسدين الواقع المعيش المرير الذي يعانون منه الفن هذا في اليمن معهم تجربة مختلفة عن ما في المنطقة العربية والعالم أيضا أنه يجمع الناس كلهم في الشارع ويشاركون في الرسم المجتمع اليمني بمسجو بس جمهور متلقي ويتفرق بس الجمهور اليمني هو أيضا فاعل أساسي فيها هذه الحملات وفي هذا الفن اليوم شاركنا في يوم الفن كلنا الفنانين لرسم قداريات عن طريق القداريات هذه نحاول أن نوصل الرسالة قدارياتي عبارة عن امرأة مكونة من صخور وإعظام تكسيد لمعاناة المرأة في هذه الأيام فنون تشكيلية عادة البهاء والحياة لشوارع تبدو مهملة دفع الكثير للمشاركة وتحويل هذه المساحات إلى مناظر جمالية تضج بالألوان برسمات ولوحات مختلفة إحنا لو ارتقينا وتعلمنا الفن وكذا ممكن نصلح يعني ممكن بالفن والفكرة الراقن نصلح البلاد نصلح فكرة الشعب بالنظافة بالارتقى بالعلم لوحات جمالية وفنية ورسائل تعبيرية تجاه الآراء والقضايا يسعى من خلالها الشباب لتجميل شوارع المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر